يا صباح الفل عليكم وازايكم وعملين ايه وحشتوني من الحلقة اللي فاتت النهاردة عندنا فيديو قوي جدا ولازم يا جماعة تسمعوه للاخر لو سمحتو علشان بنقرأ لحضراتكم السوق والتوقعات اللي بتبقى موجودة في السوق من واقع شغلنا كل يوم طيب قبل نبدأ الحلقة نزله حالا في الكومنت صلى على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم مبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة اكتبوها بأيديكو في التعليقات ويخلوها شاهد لينا يوم الايامة اي حد من اخواتنا المتابعين عنده اي سؤال يكتبولي في الكومنت تحت الفيديو برد على معظم اسئلة حضراتكم قادر المستطاع ويسمحوني لو عد مني اي سؤال بيكون غصب عني لاني طبعا بيكون يعني فيه ضغط اسئلة كتير جدا سواء في التليفون او حتى في الرسائل في القناة اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دور التسمين المتابع معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة واخواتنا اللي بيسألونا على الرقم يا جماعة الرقم دايما في نهاية كل حلقة موجود على الشاشة انتو بس اللي مش بتسمعوا الحلقة للاخر يعني بتشوفوا كده اللقطات منها اللي انتو عاوزينها وبتخرجوا وترجعوا تسألونا على الرقم الرقم في نهاية كل حلقة الاتصال بيكون على التليفون مش على الواتساب يا جماعة لان الواتساب زحمة جدا فبيكون اسرع لحضراتكم واسهل علي كمان الرد في التليفون مش على الواتساب خلاص كده طيب النهاردة فيه مفاجآت كتير جدا خلي بالكوا يا جماعة من يومين كده كنت بقول لحضراتكم اسعار الكتاكيت هتنزل ولكن الاستمرار في النزول مش هيطول كتير يا جماعة النهاردة سبحان مغير الاحوال اسعار الكتاكيت رفع التاني فيه نزول في اسعار الدرة ولكن ما سمعش في السوق ومش عايزين يقولوا ان فيه نزول في الاسعار علشان كل اللي مخزن حاجة يبدأ ان هو يباع دي حاجة الحاجة التانية فيه سبات في اسعار الاعلاف النهاردة طبعا على الارتفاع اللي حاصل الارتفاع قوي جدا يعني النهاردة فيه اسعار الشركات العلف بتاعها تفطى السبعة وعشرين الف داخل على تمانية وعشرين الف ولكن فعليا النهاردة في السوق فيه سبات فلس كده طيب قلنا اسعار الدرة بتنزل ولكن مش مسمع الحاجة التانية والخطيرة جدا النهاردة ارتفاع في اسعار الكاتكوت من تاني يا جماعة وقلت لحضراتكم قبل كده لو انتم فاكرين ان شركات الاعلاف وشركات الكاتكيت بتلعب حرفيا بالمربي شركات الاعلاف هي اصحاب شركات الكاتكيت هم اللي مسكين السوق مسكين السوق في اللحم وفي الكاتكيت وفي الاعلاف يعني من الاخر هم اللي متحكمين في السوق وفي المربي بصفة عم طيب ايه اللي حصل النهاردة رجعوا تاني رفعوا اسعار الكاتكيت يعني المربي ملاحقش يفوق من الالم الاولاني اللي هو رفع الاعلاف كمان اديو له الالم التاني بسرعة وهو رفع الكتاكيت ويقولك السوق ساحب وعندنا حجوزات وكده كده المربي هيسكن غصب عنه لان احنا في موسم النهاردة بتيجي تحجز احنا النهاردة هيجي نحجز بنحجز بسعر النهاردة جاي لنا الكتاكيت بسعر تاني خالص ونص الكمية ويقولك ما فيش يعني هما بدأوا تاني يشتغلوا في نغمة ان ما فيش كتكوت ولي كتكوت عليه ساحب ويه 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 والقصة اللي اتحفزت ويه يعني اتهرست من قطر الكلام فيها يا جماعة يا جماعة الخير سيبوا الدنيا تمشي الدنيا مش هتمشي بالمنظر اللي انتم عاملينه ده متحكمين في السوق اسعار كتاكيت اسعار لحمة اسعار اعلاف وقت يطلعوا الاعلاف نلاقيكم بنترفعوا بالالف والاتنين والتلاتة في يومين تلاتة ووقت النزول ما بنسمعش حد بينزل اللي بينزل مجنيه كلام فاضي ملوش اي لازمة وبتلعبه بالسوق بمزاكه ولا فيه زابط ولا رابط ولا حد بيتكلم معاكم ولا لقين حد اصلا نتكلم معاه يا جماعة اللي بيحصل ده شيء غير طبيعي المربي حرفيا بيت هرس وفي النهاية الارتفاع ده بيعود على المربي بيخسر وكمان المستهلك بيشير الحاجة غالية والمستهلك كده كده يعني مش ناقص الدنيا مش ناقص يا جماعة اتقوا اللي انتو بتعملوه طيب انا بعتزر عن الانفعال ولكن بصراحة في حاجات كده يعني الواحد مش عارف يعمل فيه ايه ولكن مش عارف يتكلم مع مين ولا يقول ايه الواحد يعني بصوا صوته راح من قطر الكلام ولا فيه اي يعني رد فعل طيب تاني هقول لكل اخواتنا المربيين اشتغلوا ما توقفوا الشغل انتو بخير في كل احوالكو برضو هنشتغل يا جماعة مش هنسيب ليهم السوق هما زي ما قلت لحضراتكو قبل كده بيديقوا الخناء على المربي بحيس ان هما يطلعوه والسوق يفضل ليهم كتكيت واعلاف ومستهلك وكل حاجة يبقى تحت ايديهم ولكن المربي الشاطر بيشتغل وقدر ان هو يطلع فرخة مهم جدا تجيب كتكوت كويس مهم جدا جدا الادوية اللي حضرتك بتشتغل بها لان فيه ادوية مضروبة في السوق فيه كمان مع ارتفاع اسعار الاعلاف دي فيه يعني اعلاف النهاردة مضروبة بتضيع دورة التسمين بتاعتكو انا هنا بتكلم على اخواتنا المربيين الصغيرين لان بيتضحك عليهم في حاجات كتير سواء في الكاتكوت في الادوية في الاعلاف خلي بالكو يا جماعة الدنيا غالية لازم تشتغلوا من مصدر يكون موصوق فيه من مصدر يكون بيخاف عليكو على شغلكو بيخاف ربنا اولا في اللي هو بيعمل طيب تعالوا النهاردة نبدأ بتنفيذات ارض المزرعة واللي فيها ارتفاع جديد النهاردة تقريبا في معظم اسعار اللحم النهاردة وهنرجع نقول بقى اسعار الكاتكيت والاعلاف والبيض وكل حاجة بتخص المرب النهاردة والمستهلك ولكن ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى بتفتح الابواب المغلقة ما تنسوش كمان تحطوا لايك كتير للفيديو علشان الناس تعرف الاسعار الحقيقية والفعلية النهاردة في السوق يلا بنا البط المسكوفي ارض المزرعة تسعين جنيه والمحلات مية جنيه للكيلو البط البلدي ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات مية وتلاتين جنيه للكيلو المولر ارض المزرعة تمانين جنيه والمحلات تسعين جنيه للكيلو الفرنساوي ارض المزرعة سبعين جنيه والمحلات خمسة وتمانين جنيه للكيلو السمان ارض المزرعة ستين جنيه والمحلات سبعين جنيه للجوز الحمام البلدي ارض المزرعة مية وعشرين والمحلات مية واربعين جنيه للجوز الروم البلد الاسود ارض المزرعة مية خمسة وعشرين والمحلات مية خمسة وتلاتين جنيه الروم الابيض ارض المزرعة مية جنيه والمحلات مية وعشرة الارنب ارتفاع النهاردة مية جنيه ارض المزرعة والمحلات مية وعشرة جنيه للكيلو الفراخ البلدي ارتفاع تسعين جنيه والمحلات مية جنيه للكيلو الرزي والفيوم النهاردة اتنين وتمانين جنيه والمحلات تمانية وتمانين جنيه للكيلو. الساسو ارض المزرعة ارتفاع خمسة وسبعين جنيه والمحلات خمسة وتمانين جنيه للكيلو. امهات الاحمر البيض تمانية وخمسين جنيه ارض المزرعة والمحلات تلاتة وستين جنيه. امهات الابيض البيض ارض المزرعة سبعة وخمسين جنيه والمحلات اتنين وستين جنيه للكيلو. الفراخ البيضة الهابرد الكبيرة ارض المزرعة ستين جنيه والمحلات تمانية وستين جنيه للكيلو. اما عن الفراخ البيضة النهاردة سبات على الارتفاع اللي حصل لها المعلن 68 جنيه والتنفيذ الفعلي ارض المزرعة 67 جنيه والمحلات 75 جنيه للكيل. اسعار البيض النهاردة سبات الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 134 جنيه والمحلات للمستهلك 138 جنيه. الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 137 جنيه والمحلات للمستهلك 140 جنيه. اما عن البلد النهاردة من التجار للمحلات 138 جنيه والمحلات للمستهلك مية اتنين واربعين جنيه للطبع. اما عن اسعار الاعلاف النهاردة وفيها سبات الطن بيتروح من الاربعة وعشرين الف سبعمية للسبعة وعشرين الف سبعمية. اعلى عبوة علف النهاردة قطعي في المحلات الخمسة وعشرين كيلو ستمية خمسة وستين جنيه بادي سوبر ستمية وستين نامي ستمية خمسة وخمسين ناهي والكيلو قطعي في المحلات تمانية وعشرين جنيه. سعر الرد النهاردة الى عبوة اربعين كيلو خمسمية وخمسة والكيلو قطعي في المحلات 15 جنيه الدرق العبوة 25 كيلو 410 والكيلو قطعي في المحلات 17 جنيه الدقيق العبوة 25 كيلو 535 والكيلو قطعي في المحلات 23 جنيه المكرونة العبوة 10 كيلو 230 والكيلو قطعي في المحلات 24 جنيه رز بلدي عريض العبوة 25 كيلو 715 والكيلو قطعي في المحلات 30 جنيه رز بلدي رفيع العبوة 25 كيلو 680 والكيلو قطعي في المحلات سبعة وعشرين جنيه. اما عن اسعار الكاتاكيت النهاردة وفيها ارتفاع وفيه نزول في اسعار البط النهاردة. الشروفان تمانية وعشرين والبكيني خمسة وعشرين جنيه. البط البيور النهاردة خمسة وتلاتين جنيه. مولار ستة واربان جنيه. ماسكوفي مخلط خمسة واربان جنيه. ماسكوفي زكور خمسة وخمسين جنيه. ماسكوفي ار واحد واربعين سبعة واربان جنيه. السمان بدء من اتنين ونص لتمانية على حسب العمر. الروم البرونزي خمسة واربعان جنيه رومي بلدي اسود خمسة واربعان جنيه الجميزة البيور تمنتاشر جنيه رزي فارزي ديوك النهاردة عشرين جنيه رزي برابر اربعتاشر جنيه رزي على وشه سبعتاشر جنيه فيومي بلدي تمانية جنيه بلدي حر سبعة جنيه البلدي الهاجين تسعة جنيه بلدي مشاعر عشر جنيه الهاجين العالي اربعتاشر والساسو الجيل التاني اربعتاشر والساسو الشفر النهاردة خمستاشر جنيه اما عن الكاتكوت الابيض النهاردة الاهالي واللي رفع اتنين جنيه الاهالي بادئ من الستة وعشرين لسبعة وعشرين والكاتكوت الشركات النهاردة المتوسطة بادئ من تمانية وعشرين لتسعة وعشرين والشركات الكبيرة النهاردة من التسعة وعشرين لتلاتين جنيه وخلي بالكو يا جماعة مهم جدا جدا جودة الكاتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا به تاني هقول لحضراتكم اشتغلوا ما توقفوا الشغل انتم بخير في كل احوالكم ما علينا غير السعي والتوفيق بيكون من عند ربنا استنونا في حلقة جديدة ولو لسه مش مشتركين معانا بجده هيفوتكم كتير تحياتي للجميع اشوفكم تاني بألف صحة وخير